صداحاً يرتفع صوت الأذان على سفوح جبال السار جنوبية كوسوبا هي مساجد مدينة برزرن التي يرفع فيها نداء الصلاة منذ أكثر من خمسة قرون لكثرة الأثار العثمانية فيها باتت تعرف المدينة بأنها متحف مفتوح للأثار العثمانية يزين المدينة مسجد سنان باشا واحد من التحاف المعمرية العثمانية التي بنيت عام 1615 للميلاد ما يزال المسجد يروي قصة حقبة الحكم العثمانية التي لم تأتي فقط لنشر الإسلام بل رسخت أيضاً لتقافة تعايش الأديان ساهمت فترة الحكم العثماني لهذه المدينة في نشر الإسلام على نطاق واسع لكنها تركت في نفس الوقت حرية العبادة للأديان الأخرى وطبقت نظام الميلل الذي أتاح لبعض سكانها من عرقيات وأديان أخرى تقلد مناصب في الدولة مراعية في ذلك تعاليم الإسلام السمحاء وكان لذلك أثر إيجابي على تعايش جميع الفئات العرقية حافظت السلاطين العثمانيون على قلعة المدينة البيزنطية وكنائس الصرب الأرثودوكسية ما جعل طوائف وميللا تشد الرحال إليها لما سادها من تسامح ديني جسر طاش الحجري الذي بناه العثمانيون لا يزال يربط بين ثقافات وعرقية وأديان المدينة كما يربط بين شقيها هنا شهيد حمام غازي محمد باشا وغير بعيد عنه نافور التوشاد روان ليغسل بعضا من أحقاد الصراعات والاضطهادات الدينية التي عرفتها المنطقة قبل الفتح العثماني لكن بعضها ظل دفينا فسرعان ما هدمت يوغسلابيا مسجد أراستا عام 1960 لكن مئذنته أبت إلا الصمود لمدينة بريزرين إيرفون ثقافي واجتماعي فمعالمها منذ فترة الحكم العثماني تطفي عليها عراقة تاريخية مميزة وما تزال حاضرة حتى يومنا هذا رغم المحاولات الفاشلة ليوغسلابيا لتمصي ذلك التاريخ وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على تمسك سكانها بقيمتها التاريخية احتضرت بريزرين ثقافات لمختلف الحضارات والديانات لكن الحكم العثمانية ترك فيها إيرثا تاريخيا وثقافيا ما تزال تزهو به المدينة ليجعل منها أجمل مدن البلقان تروي شواهد بريزرين حكاية مدينة ما يزال قلبها يحافظ على طابعه المعماري من حقبة الحكم العثماني الذي حول غرب البلقان إلى أرض تحتضن العديد من المجتمعات العرقية والثقافية ومكنها من التعايش في فسيفساء اجتماعية متجانسة هشامي هوبي تلت عربي بريزرين